تسعة وتسعين تسعمية ميت الف السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم السلام من ايزي انجليش النهاردة جماعة عندنا حلقة مميزة جدا 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 زي ما حضرتكم عارفين انهاردة عندنا حلقة الميت الف اخيرا وصلنا الميت الف واللحظة دي جماعة بالنسبة لنا مهمة جدا 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 لانه في ايزي انجليش احنا مش تيم بيشتغل ولا حاجة العبدالله هو اللي بيعمل اسكريبت وهو اللي بيصور وهو اللي بيمنتج فالموضوع بياخد مننا وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا علشان نعمل فيديو واحد فاللحظة دي بنسبة لنا مهمة جدا 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 دلوقتي عندنا ميت الف شخص بيثق فينا فنحزا اقول لكم شكرا جدا 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 لكل واحد فيكم شكرا لأي حد عمل كومنت او لايك او ديس لايك للقناة شكرا لكم جدا لانه لو لا ربنا سبحانه وتعالى ثم انتو ما كناش وصلنا دي الرقم ده وعلى قد ما الرقم ده يا جماعة بيفرحنا ان احنا وصلنا عائلتنا عائلة ايزي انجليش وصلت لمية الف متابع الا انه الرقم ده مسئولية اكبر علينا لاننا لازم نقدم لهم محتوى هادف ومفيد يحترم معقولهم ويساعدهم على انهم يحسينهم من لغاتهم وبالتالي يحسينهم من حياتهم ويا رب بقى الصاروخ يضرب مش عارف بقى انا جايب الصاروخ مش عارف هيدرب ولا لا تعالى بقى دلوقت اروح للعداد بتاع السابسكرايب علشان نشوف لحزة وصلنا للمية الف دلوقت يا جماعة انا همسك الموبايل وهاشوف بقى العداد من على الموبايل عندي عشان اهمني جدا يا جماعة اشارككوا اللحزة الجميلة دي لحزة وصلنا للمية الف فخلينا نشوف مع بعض والعداد ده هزهر عندكم على السكرين طيب احنا كده هنا عندنا في العداد تسعة وتسعين تسعمية وفاضل ميت سوبسكرايبر والميت مشترك دول هيجوا مرة واحدة كده فيا مساهل تسعة وتسعين تسعمية تسعين تسعمية تسعين تسعمية تسعين تسعمية مئة ألف أخيرا وصلنا إلى مئة ألف لحظة جميلة يا جماعة يعني أعز أقولوكو أنه اللحظة دي منتظرنا من زمان الحمد لله نحن وصلنا مئة ألف وبشكر كل واحد فيكو عمل سبسكرايب للقناة ويا وعدكم إن شاء الله أن نحن هنستمر في تقديم محتوى هدف لأن نحن مهم جدا عندنا يا جماعة نقدم محتوى يحترم عقولكم محتوى يفيدكم ومش مهم عندنا المشاهدات والحاجة حتى لو واحد بس شاف فيديو واستفاد ده كفاية عندنا هدفنا نقدم محتوى هادف يساعدكم على تنمية اللغة بتاعتكم وبالتالي تنمية حياتكم لأن احنا كده هنطور من مجتمعنا وبالتالي العالم كله سبقى مكان أفضل نعيش فيه وبين المدرسة فتا جماعة أنا عندي رسالة عايز أوجهها للمدرسين بتقوى اللي كانوا بدرسوني إنجليش في المدرسة عايز أشكر مستر جمال علي بكري وده المدرس اللي كان معايا في القرية بتاعتي مستر جمال علي بكري أنا بكن له كل احترام وتأدير وهو كان أول مدرس أثر فيها ودايما كان يقول لي يا إسلام انت خطك جميل فأنا مش ناسي الكلمة دي منه أعز لك يا جماعة الشاهد من الموضوع حفزوا ولادكو لأن أنا عبارة واحدك الهالي المدرس أنا هو صغير عمري ما هنسها فأنا يعني مدين بالفضل لمستر جمال هو حاليا تعريبا المستشار اللي هو الإنجليزية في الإسكندرية فأنا مدين بالفضل سيس جمال وبقول له ربنا يكرمك وإديك الصحة ويطير في عمرك إن شاء الله كمان عايز أشكر مستر فتحي ومستر فتحي ده كان مدرس العددي هو تقريبا توفاه الله دلوقتي ربنا أرحمه أحسن إليه وأخيرا عايز أشكر مستر عاطف مصبح وده كان مدرس السنوي بتاعي ومستر عاطف مصبح كان دايما بيقول لي يا إسلام أنت أفضل من أنجبت بلدكو في الإنجليش فأنا قد إيه كنت مبسوط بالجملة دي وقد إيه أنا مش ناسي الجملة دي في حياتي مستر عاطف يعني مازال موجود دلوقتي مدرس أول لغة الإنجليزية في المركز اللي أنا منه فعايز أقول لك يا مستر عاطف أنا بشكرك وأنا مدين بالفضل ليك ربنا يكرمك ويوفقك ويطيل في عمرك تمنى لك كل التوفيق وبس كده يا جماعة كل السنة وانتوا طيبين واسطنونا إن شاء الله في فيديوهات جاية هادفة هتفيدكم أنكم تحسينوا من مستقبلكم إن شاء الله والختمة المعتادة بتاعتنا شكرا لكم في المشاهدة سأراكم في المشاهدة